السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو تتم للفيديو الماضي الذي شرحته سأتركه بطبيعة الحال في صندوق روس شرحت هذه الأداة يعني سكرين كابي أو سكرين ميرورين التي تمكنك من مشاركة يعني شاشة الهاتف على حاسوبك سواء كان حاسوب لينيوكس أو ويندوز أو ماكو اس بطبيعة الحال فالأداة مجانية وتعمل على هواتف الأندرويد يكفي فقط أن تقوم بتفعيل لسبي ديباغين المهم كل هذه المعلومات شرحتها في الفيديو هذا لكن الفيديو شرحت الطريقة يعني باستعمال الكابل يعني عبر يوسبي كابل ووعدتكم بأن أشرحها طريقة يعني الوايرليس يعني عبر الواي فاي باستعمال التسر بي اي بي إذن أول شيء يعني سأقوم بالدخول على الهاتف بالطريقة يعني القديمة عبر الكابل فقط لكي أريكم يعني لكي أريكم الأمور يعني كيف تقعب طبيعة الحال تحميل وكل الأمور الخاصة بهذه الأداة فهي توجد في هذا الفيديو هذا لا داعي لا داعي لكي نقوم بالإعادة حتى لا نطيل إذن ستقوم بفتح ستقوم بفتح بالكابل الآن أنا أستعمل الكابل لماذا؟ لكي أريكم بعض الخاصيات التي يجب عليكم أن تقوم بتفعيلها في الهاتف إذن ستذهب مباشرة في الهاتف ستذهب على حسب يعني الهاتف الخاص بك على developer options developer options كل هذا الأمور شرحتها في الفيديو الماضي بالنسبة لهذا هاتف شاومي إذن إذن بالنسبة لهذا الخاصية قمنا بشرحها بالنسبة لإستعمال كابل يوسبي الآن نريد استعمال wireless debugging يعني عبر الواي فاي سأقوم بتفعيل الخيار هذا سأقوم بضغط على always always allow on this network allow جيد إذن إذا قمت بالدخول هنا سيعطيني يعني الادرس الاخب الخاصة بالهاتف هي هذه ويمكنني الدخول بطبيعة الحال عليها إذن بالنسبة لي أنا بالنسبة لي لقد قمت بالدخول وقمت بالجربة وهذا يعني الحاسوب الخاص بيمكنني من هنا أن أقوم بفورغت وأقوم بمسحه ما كذا إذن الآن سأقوم بالعملية أمامكم لماذا؟ لأنه لا يوجد أي حاسوب الآن في هاتفي إذن عندما ستقوم بتفعيل الخيار هذا إذن أول مرة فلن تعمل معك الطريقة يجب دروري أن تستعمل كابل فقط لأول مرة حيث ربما لن تعمل معك إذن سأريكم الطريقة التي يعني اشتغلت معي جيدا في المرة الأولى ستستعمل الكابل إذن سأقوم بغلق الآن يعني هذا السكرين هذه وستأتي على المجلد هذا هيك ستأتي على مجلد السكرين كابي الخاص بك لا تقوم بتشغيلها تعال معي على هنا ثم امسح ثم اكتب سنحتاج سنحتاج سنطلاقا من المصار جيد إذن سنذهب مباشرة على كونكت سنحتاج هنا يعني كونكشن سنقوم بالدخول على كونكشن سأريكم الطريقة التي يعني استعملت ونجحت بشكل جيد لماذا لأنه في المرة الأولى لم تعمل معي الطريقة ولكن الشرط بعدها الشرط لكي يعني تعمل معك الطريقة يجب أن تكون أنت والحاسوب متصلين بنفس شبكة الواي فاي يعني أن تكون يعني أن تكون في الوكال أريان نوتورك يعني باللغة العربية أن تكون في نفس الادرس آي بي الخاصة بك في ذلك المنزل يعني طريقة التي سيفهمها الجميع أنت متصل في الحاسوب بهذا الواي فاي كذلك في الهاتف يجب أن تتصل بنفس الواي فاي أو قم بمشاركة الهوت سبوت من الحاسوب واتصل به من الهاتف أو العكس قم بمشاركة الهوت سبوت من الهاتف واتصل على ذلك الهوت سبوت من الحاسوب المهم يجب أن تكون يعني communication direct بين الحاسوب والهاتف ولكن أول شي يعني أن تكون متصل بالواي فاي وتستعمل الكيبل فقط في المرة الأولى سنحتاج إلى هذا الأمر هذا وهذا يعني سنحتاج إلى هذا الأمر هذا سيقوم بسكان وسيبحث عن الهاتف في جميع يعني عبر اليوسبي وعبر الواي فاي سيبحث عليه يعني عبر الأمور المتاحة كلها يعني أنا قرأت هذه الأمور هذه وفهمتها وأختصر عليكم نقاب إذن الآن أنا متصل مع يعني أنا متصل في الهاتف في نفس الواي فاي متصل منه وكذلك أنا الآن أستعمل الكيبل فهاتفي مربوط بالكيبل مع الحاسوب سأأتي كما قلنا إلى هذا الأمر هذا الذي قمت باستخراجه من هنا يعني ستنبذي هكذا ستنبذي مثل هاتف هكذا ثم سأقوم بلسق لهذا الأمر هذا هكذا ثم أنتر لاحظوا معي ثم ستجدون يعني رسالة موافقة في الهاتف اضغط على أوكي جيد الآن يعني قمت بتعريف أو ربط هاتفك مع الحاسوب منطلقا من الكيبل وكذلك منطلقا من الواي فاي والدليل لاحظوا معي هنا لاحظوا معي هنا يعطيك أنه info-connecting-to 192-155 ولكن اعطاني فايل كود نوت كونكت كذا سيربر كونكشن فايل إذا لم تنجح معك العملية قم بتكرار ها مرة أخرى هكذا جيد إذن يعطيك ايرور لا مشكلة في ذلك لكن سنقوم الآن بهذا الأمر هذا وسنرى إن كانت ستعمل ستقوم بأخذ هذا الأمر هذا ثم تقوم بهذا الأمر وستحتاج بطبيعة الحال إلى الـ address IP هي هذه أنا بالنسبة لي هذه هي الـ address IP الخاصة إذن هذا هو الأمر يعني ستقوم بنسخة هذا الأمر هذا وستقوم بكتابة الـ address IP الخاصة بهاتفك جيد تلاحظوا معي العملية تعمل بشكل ناجح عبر الـ Wi-Fi وسأقوم بطبيعة الحال بنزع الكابل الذي يسبي لاحظوا سأقوم بنزع الكابل الذي يسبي أنا الآن قمت بنزعه وسأتصل عبر الـ Wi-Fi هذا 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 الـ address IP قمت بجلبها بالأمر الأول هذا هو الأمر الذي استعملته في المرة الأولى باستعمال الكابل فقط لكي أقوم بتعريف الهاتف مع الحاسوب بالكابل وكذلك ب TCP IP ثم بعد ذلك ستستعمل هذا الأمر هذا ثم تقوم بكتابة الـ address IP الذي وجدته هنا والذي أردته لكم في الهاتف كذلك ثم تضغط على enter وسيدخل معك مباشرة عبر الـ Wi-Fi لاحظوا معي هنا لاحظوا معي هنا connecting to 192 182 150 إذن هذه يعني connecting عبر الـ Wi-Fi وليس القيبل يسبي جيد إذن إذا قمنا بالدخول إلى setting ودهبنا إلى developer options لاحظوا معي سنجد أنه تم اقتران الحاسوب مع الهاتف مرة أخرى إذن سأدخل على الـ wireless لاحظوا معي لقد يعني عادت هذا الربط يعني pirate device عادت إلى مكانها يمكنني مسحه من جديد مرة أخرى إذن كانت هذه هي الطريقة التي أردت أن أشارحها معكم نلتقي في فيديوهات أخرى السلام عليكم موسيقى موسيقى